بعد الاستماع إلى الناصر العبيدي الفنان القيرواني من هذا المنظر نحييه الناصر العبيدي في الأغنية أم المدائن وأم المدائن بتابعة الحال هي ربعة الثلاث هي القيروان إن واصلوا الحوار نذكر سادة المستمعين التحق بنا الآن عبر أمواج زهرة الحياة ضيفنا هو الدكتور فتحي أغديرة الدكتور نحن نتحدثه بتابعة الحال عن الكلية الطب بيسوسة وأيضا الأستاذة والنجم يقول الوزيرة الصحة أن ذاك هي الدكتورة سعاد الوحشي اللي عندك لها حنين خاصة على مستوى التكوين وعلى مستوى الإطارات الطبية والأطباء اللي كانوا وقتها ذاك والله يروا بيدون مجاملة نعم يقول لك أنا أمرأة حديدية خطر نحن دي معنا هكا كلمركب الضعف كي تسمع تتشرند رشكوني الوزيرة الفلانية لكن سعاد العقوبي الوحشي امرأة دكتورة أستاذة في أمراض العصاب ولكن هي اللي كونت هي وسيشات البوزكورة الله يرحمه هما اللي كونوا كلية الطب من العرصة الأولى حتى للي خرجته كونت أساذة والأساذة اللي موجودين توه يقريه في كلية الطب بيسوسة ورقاسة الأقسام الكل يرجع الفضل لمدام سعاد العقوبي الوحشي وكانت تجيب لي ميسيونير قلت لكم مثلا بروفيسور بونوا بيش يقري الأناتومية علم التشريح وكانت من وراه هو بخلاف تكوينها نحن هي بيش تكون أساذة بيش يخبوا المشعل وتعطيهم له دي بارتمونت الأناتومية منهم سيحمد الجمالي سي عبد الرحيم وكان مثلا الفيزيولوجي كانت في ليون هي العلم الفيزيولوجي هذا يم تسمي على ليون كانت جيب لنا بروفيسور مونوا بروفيسور سيير وسعب الكريم الزبيدي اللي كان وزير تكون هو قراء في ليون ولكونوه هما لساذة أذومة متاع ليون وبعد جابته أسيستان من الأسيستان ولا هو شف دي بارتمونتاع الفيزيولوجيا عنتا كانت حريصة دكتورة على جلب الأطباء أكفاء في تعليم الأطباء وبعد جيت فكرة الميتسين كومينوتيرا ذاية اللي هي مستهرة في الكندا واللي نسمع بها طوال طب العائلة وطب كذا هي رئيس سعاد العقوبي الفكرة ذاية فكرتها من الثمانينات خاتل الكندا عندهم فكر الطب العائلة هذي طبيب العائلة هي بداية النواة وكن نسميوها الميتسين كومينوتير وكانوا جاءوا يقريونا أساذة أكفاء من الكندا أساذة وإن شاء الله نلقاه منهم لقينا منهم كان الدعم والعلم الصحيح بالحقيقة تكوين تكوين علمي طبي من أرفع مكان إذا بتعباعت الحال الدكتور فات هي خمسو سنوات بتعباعت العائلة في كلية الطب بعد نمشيو نعملو لنترنا لنترنا اي نعم عملنا عام في سوسة ثم جيت خدمت ستة شهر في قسم الأطفال سي الحبيب الخرات الأستاذ لحبيب الخرات أستاذنا اللي هو حط النواة الأولى بتعطب الأطفال في القيروان وهو اللي يكون أغلب أطباء من الأطفال في القيروان نشكر وياسر من هذا المنبر ونقوله سي الحبيب برك الله فيك على كل كلمة علمتها نعم وخدمنا ستة شهر في قسم الجراحة مع سي حمد الجمالي سي منجي كشيدا سي كانو زادة أطباء وأساذة كونونا وفي الوقت ذاك التكوين مش كما تو تلقاه ملتي ديسيبلينار إلى حد أنه في الاستعجالي يكون نقبل في الاستعجالي اللي كان يحل على شارع من الجزار مش الاستعجالي هذي كونونا الطبيب المقيم يعمل الاستعجالي متاع الأطفال ومتاع الجراحة ومتاع الأمراض البدنية كل شي معناها فماشي توه كما توه تمشي الاستعجالي تلقى استعجالي الأطفال واحده استعجالي الجراحة واحده استعجالي البدني واحده لا كان المقيم يعمل كل شيء يجمع اختصاص كل يجمع كل شيء وهو اللي بعد كما نقوله نحن يا فكتي كانوا مريض عنده مصرانة زادة بشتبثوا قسم الجراحة كانوا مريض عنده بشترقدوا في قسم البدنية كانوا في الأطفال بشتبثوا قسم الأطفال فالتكوين كان جامع معناها وكنا حتى بخلاف هذا حتى في التشريح معناك يجي إنسان شارب دواه ومتوفي يطلبوا منه معناها الحاكم وقتها بش نشوفوه شنية الأسباب ويزمنا نعمل التقريب فهذاك علاش؟ فكل جيل هذاك اللي تكوننا الثمانينات معناها متكون من كل بريس كل اختصاصات وتلقاها تكوين وجامع ثم بعد العمينة ذيكا عملت الأطروحة متاعي وهي أطروحة الطب باللغة العربية وهي ثاني أطروحة تتعمل باللغة العربية مع المرحوم الأستاذ فوزي جنيح ومع سيمو حامد جراي الأستاذ واللي كان عميد وكان مدير جهوي للصحة في سوسة سيمو حامد جراي الأستاذ متاع الأمراض التنفس والأمراض الحساسية اللي من هذا المنبر زاد نقدم له تحية وحقيقة نوقف معايا ومعناها وقفة صنديدة سيمو حامد جراي الأطروحة متاعية هي وقتها راني اللي أنا مغرومة باللغة العربية وكنت أنا ديما نمشي مع الشيخ عبد الرحمن خليف في الملة وكل شي فقال لي شنورايك نعمل أطروحة باللغة العربية فعملنا مساهمة الطب العربي في الأمراض التنفسية والصدرية بين القرن الثامن والثاني عشر وقتها ما كانش أطروحة تعمل باللغة العربية ما فاميش أول أطروحة هي في سوسة تتعمل باللغة العربية وحكينا فيها على ابن جزار وابن سينا والرازي وكيفاش الطب من عند اليونان معناها تنقل للغة العربية وكيفاش من بعد من العربية مشاء الساليرين وترجموه للغة اللاتينية ورقيت أشياء معنا في الكتب متاع ابن سينا والرازي ساعة أول حاجة ابن سينا كاتب كتاب الأرجوزة في الطب فيها ألف بيت في الأبيات لولا يعرف الطب اللي هو تعريف توا في المنظمة العالمية للصح وقالوا في ثلاثة أبيات شعر معناها ابن سينا شي يقول يقول الطب حفظ صحة برء مرض معناها سلاميتسين كوراتيف إبريفونتيف من سبب في بدن عنه عرض كل مرض عنده علامة وعملوا الطب عن ضربيني فواحد يعملوا بالييديني الجراحة الجراحة وغيره يعملوا بالدواء وما يقدروا من غذاء فثلاثة أبيات شعرية قالهم ابن سينا في القرن الثاني عشر يعرفوا لميتسين اللي تولوا وما ستعرف به وقدياش معناها نحن في أشد الحاجة لكن الطباء ذوكم العرب باش ناخذوا عليهم المشعل ونعاود ونردوا العلم والطب حقودوا للأمة العربية الغرب منين أخذها الطب؟ أخذها من عندنا نحن أخذها ما عند العرب هو ترجموه فما كونستنتان الأفريكان يعز الكتب نعم ومشال ساليرن في إيطاليا وبدأ في دير في ساليرن وبدأ يترجم في القرن بين الثالث عشر والربع عشر يترجم في الكتب من اللغة العربية للغة اللاتينية يعود الفضل يا العرب والطباء العربي أكيد أنت توقيت تشوف مثلا الدورة الدموية الصغرى تعرفوا اللي معناها الدم القلب يظل فيه سيودو يمشي للرواري بيش ياخذ الأكسجين وبعد يرجع للقلب الأيصر بيش يبعثوا للبدان للكل فهذه تتسمى الدورة الدموية الصغرى شكون اكتشفها اكتشفها طبيب اسمه ابن النفيس الدمشقي في 1235-1240 ولكن كيتمشي تقل اكتب تومت على ناتومية تشريح وكتب الطب تلقى سير ويليام هارفي 1595 اكتشفوا الدورة الدموية الصغرى شوف معناها الفرق بإن هذا وهذا ففي الأطروحة ذيك الحقيقة ذات الإنسان تعمق في عروبته وفي دينه وريد أشياء معناها غريبة اللي ينجم الإنسان يزيد يتحلل ويكتب فاهم فهنا عامة ذي تقيب السفات هاي الأطروحة قدمت التروحة سنة سبتمبر 81 ثم أخذينا الدكتوراه الطب جيت نخدم في سبيطار القيراوان ابن الجزار دخلت نخدم مع سيشاد ليبو عليك الدكتور ريشاد ليبو عليك اللي حقيقة من أعز ومن أعلم الطباء تونس نعم وحقيقة خدمت مع عشر سنين في قسم القلب وهو النواة الأولى متاع المرضى ذايا ومتاع كونه المرضى ذايا وعلاجه تعلمته عليه هو وكان حقيقة خير مساعد لي هو كان معناها متعاقد مع المستشفى مش هو بلنتون كنتان بلنتون فوقت اللي يجي معناها نشوفه المرضى نعالجوهم نشوفه ما هي معناها الأسباب ما هو الدواء التحاليل متاحهم إذا كان لازمنا باش نبعثوا كنا نبعثوا لشرنيكول باش نبعثوا لتصور ولا إذا كان يلزموا واحد إنسان عملية جراحية مع العلم اللي طب القلب في السنوات هذه كان مشكي مع علم القلب تو قلب تطور ياسر في العشرين سنوات ذوما خاصة مع القسطرة ومع الإستانة ذوما ومع تسريح العروق التاجية حقيقة طب القلب في العشرين سنوات ذوما ولا الخمسة وعشرين سنوات سواء من ناحية الدواء ولا التسريح معناها تطور بطريقة غريبة والحمد لله نحن في تونس نكسب من الكفاءات والحمد لله الأطباء متاعنا والأساذة متاعنا الكلهم اتعلموا هالقسطرة هذه وكلهم ولاوا معناها يعالجوا المرضى متاعهم بأسرع بالأشياء الجديدة الموجودة علميا نحن تعرف أنت ذكرت سيغانام وعنا كثير من الأطباء الجراحين في مختلف الأسقاع في فرنسا ونجد أطباء جراحين في الخليج وهذا شيء يثج الصدر الدكتور فتحي إذن مع الدكتور بوعليك خدمت في قسم الطب كنت أحكينا سيغانام قسم الطب أو قسم القلب عفوا قسم القلب كانت تحكينا عليه خاصة فترة الخدمة يخدمتها مع الدكتور بوعليك والله هنا نبدأوا بنكتة نحن 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 اجتمعنا مرة في الاجتماع الصحي وكان الوالي وقتها كاميل سيسي يلا يذكروا بالخير ففي الاجتماع نحن كان قبل قسم الديسي بتاع الميتسين كيجي سبيسياليست في الوالي نعطيه 20 سري ونقصه من قسم الديسي كيجي قسم القلب نحن 20 سري وبعد جي قسم المعدة نحن 20 سري فقلت له سيد الوالي أصبح مستشفى ابنه جزار بالقيروان كسروال عبد الرحمن وتعرفوا قصة سروال عبد الرحمن يعني الفل اللي جاء لأخت وقال سروال طويل ان قص لي 4 سوابع وقال لأم وقال العمت ففي الليل كل واحد يجي قص له 4 يلبس السروال وقص سروال قص 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 ماش معقول نحن من المفروض نحن 400 سري نحب ونطمح ونوالي 600 اكفاء يتابعوا المرضى سواف الليل وكانت الزيارة ممنوعة كنا زيارة من ماضي ساعتين ماضي ثلاثة فقط وما كانش نسكروا الباب علاش خطر وقت اللي تكثر الزيار كي مرة قاعد نشوف تاوه تكثر الزيار اتقلق المريض اللي هو المريض هو الهدف الاول متاع للعلاج هو في أمس الحجر راح صحي هو الغرب ما يسميوه شو مريض يسميوه الباسيون قلتنا وكانوا ردوها الصابر ولي حكم الله خير من يقوله مريض فالمريض يتقلق ياسر الطبيب ما بشي يعالج يلقى الناس دائرة الممرض بشي يعمل العلاج ولا بشي يعمل صند ولا بشي بد الدم يلقى يقلق فمن هذا المنبر نقول للناس اللي عندهم مرضى في المستشفيات بالله حاولوا تمشيو كان وقت زيارة من ماضي ساعتين ماضي ثلاثة خاصة اللي بين ماضي ساعة وماضي ساعتين هذيك وقت تغيير الأفواج الممرضين اللي خدموا الصباح بشي يخرجوا ماضي ساعة بشي يجيو الممرضين تعال عشية فك الساعة هذيك بش تقع بش يقولوا أنه المريض التعب أنا هول ينعملولو تحليل أنا هول بش نعطيه الدواء فالناجدو المرضى بالله الأولياء راهوا بالنسبة للمستشفيات بالنسبة للأطباء وبالنسبة للممرضين راهوا المريض على عينهم راهوا يستحيل كان نهار يوصلوا بش يتكلموا كلمة عيب ولا يعملوا حاجة للمريض المشاكل اللي تجيه في المستشفيات هي من العائلة متاع المريض اللي تكون ياسر هما اللي يعملوا المشاكل مش المريض المريض مسكين صابر ليحكم الله وما يعملش المشاكل هذه قبل منوصل الحوار معك دكتور فتحي شو رأيك النعم ومراوحة فنية ثانية وشكون الفنان أول فنان تحب تسمعه والله أنا نحب جعفر ماجد نعم عليش جعفر غناتها عليا ليه الساحرة أنا نقول لو كان الكلمات هذيك جات عند بليغ حمدي ولا جات يمكن كانوا يعملوا بها يعملوا بها القهر معنا فهذه جعفر ماجد هو ابن القيروان شاعر كبير الله يرحم وإن كنت يوما بنفسي فخورا ففخري يحوذ إلى القيروان إذن الساحرة المطربة عليا من كلمات إذن الشاعر القيروان جعفر ماجد فلنستمع إذن لهذه الأغنية